افتتاحوا جلسة المسائلة أين مليارات الانترنت غير الشرعي الحريري لبري ما حدا بعبي مطرحك بقلبي رئيس مكاري أكيد دار الجلسة بشكل كتير منيح ولكن يعني بتحسن أن مجلس الضيب في شيء هاكي في شيء ناس وعين التيني تهتف لرئيسها عودة الموازنة بعد 11 عاما على الغياب فيها خرؤات ضريبية لأول مرة أنه فيها تصحيح للضريب طبعية المصارف صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من قناة الجديدة بحثت نبيه بري سندت خبيت فريد مكاري ومرارة قوم عند فريد فوائد إذ رأس نائب الرئيس جلسة المسائلة للمرة الأولى فأنطرى مجلس النواب الحكومة أسئلة شملت الانترنت غير الشرعي والكهرباء وسياسة الجارورين نواب يسألون ووزراء يجبون في جلسة حفة الزمن الضائع لكن إذا كان يحق للبرلمان أن يسأل فمن سيحاسب المجلس الذي يزهو بعبارة سيد نفسه من يحاسبه على التقصير والتعطيل ورمي قانون الانتخاب إلى ربع الساعة الأخير وبمعزل عن هذه الأسئلة فأن استجواب الحكومة خطوة فريدة بعد تعطيل سنوات وهي تسبق إحالة هذا المجلس على التقاعد وتمثل الجلسة ترجمة طبيعية لرغبة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في المحاسبة على الفساد ولم يكن مفاجئا أن تطرح في الجلسة أحد أكبر سوابق الفساد في الانترنت غير الشرعي والتخابر الدولي حيث ضرب النائب علي عمار مرة جديدة على الوتر المر لكنه اتبع أسلوب الترميز ولغة الأحرف الأولى فسأل هل يعقل أن 200 مليون دولار ضاعت على خزينة الدولة من جراء الانترنت غير الشرعي و60 مليون من جراء ارتكابات ستوديو فيجن لماذا ميم غير ميم عين لام ميم تأفاء خارج السجن ولأن مدرسة السيد حسن نصر الله اعتادت تسبية الأحرف الأولى بأسمائها فإن عمار قصد بميم غين ميم ميشيل جابريال المر وعين لام عماد لحود وطبعا لم يقصد بميم تأفاء منظمة التحرير الفلسطينية إنما وحطت الأم تي في وضع علي عمار حطب الجلسة وصب حسن فضل الله زيته عليها لسيما أنه الخبير على مدى سنة بالبحث عن سارقي الانترنت غير الشرعي والتخابر الدولي ولما وجدهم لم يعثر على قضاء يتقفى آثارهم غير البعيدة وفي لحظة تجل وجدت وحدات حزب الله النيابية في خندق واحد مع الرئيس فؤاد السنيورة الذي كان قلبه على ولده عبد المنعم وصارت طرفان نحو إدانة سرقة الانترنت ما دفع رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تبني المحاسبة إذن جلسة مساءلة رأسها نائب الرئيس فريد مكاري طغى على نقاشاتها ملف الانترنت غير الشرعي والنائب أنطوان زهرة يودع المجلس مترئسا للجلسة بضع دقائق نيابة عن مكاري قاعة مجلس النواب تحولت إلى غرفة استجواب للوزراء ورئيسهم في جلسة خصصة للمساءلة وجرى ترح أكثر المواضيع الجدالية جلسة غاب عنها الرئيس نبيه بري ورأسها نائبه فريد مكاري الذي فقد السيطر على الحاضرين بعد انتهاكهم مهلة المداخلة المحددة بعشر دقائق للسائل والمجيب ومخالفة النظام بمقاطعة الكلام من دون إذن مدير الجلسة وتسجيل نقاشات وسجالات حدة أكثر الملفات إثارة عرضها النائب علي عمار وهو ملف الانترنت غير الشرعي فسأل هل يعقل أن 200 مليون دولار ضعت على خزينة الدولة من جراء الانترنت غير الشرعي و60 مليون من جراء ارتكابات ستوديو فيجن كما تكلم في الرموز لماذا ميم غين ميم عين لام ميم تأفاء خارج السجن ولماذا لم ينل المرتكبون عقابهم في حين أن صاحب دراجة نارية غير شرعية يسجن ثلاثة أشهر ويدفع غرامة مالية ماذا عن استجرار الانترنت غير الشرعي مضيفا جرى توقيف 12 من أصل 22 متهما وأصحاب هذه الأدوات والألات خارج السجن عرض مفصل رد عليه الرئيس سعد الحريري مطمئنا إلى أن من ارتكب جرما سيدفع الثمن ومن لم يرتكب وجرت تشهير به فسنعتذر إليه مجيرا الكلام إلى وزير العدل سليم جريساتي الذي استعرض الملف تفصيليا ناسبا التأخير إلى الدفوع الشكلية وأوضح أنه أوعز في الإسراع في الإجراءات القضائية تفصيل أثار حفيظة الرئيس فؤاد السنيورة قائلا لم نسمع أي جواب حقيقي عن الانترنت غير الشرعي وماذا عن التخابر الدولي النائب علي عمار وافق الرئيس السنيورة بطرح التخابر الدولي ما استدعى تدخل النائب سارجتور ساركيسيا ممازحا شوه التضامن والتنسيء صحيح أن عهد المحبة والحب النائب علي عمار أكد أنه سيقدم استجوابا للحكومة متسائلا لماذا خفضتم الجرم من الجناية إلى مستوى الجنحة النائب حسن فضل الله دخل على خط المساءلة منتقدا المطالعات القانونية من الوزير الجريساتي مستنتجا أنه بعد سنة يتبين أننا لم نصل إلى شيء أما بخصوص الدفوع الشكلية فمعظمها سياسية وعلى جبهة أخرى سأل النائب خالد الظاهر ماذا عن قرار تطبيق إلغاء وفائق الاتصال أجاب الرئيس سعد الحريري شكلنا لجنة مؤلفة من وزراء الدفاع العدل والداخلية والإجراءات جارية لإلغاء جزء كبير من وثائق الاتصال بهدف الوصول إلى إلغاء الوثائق تماما وعن مكافحة الفساد وضبط الهدر أشعل النائب حسن فضل الله الجلسة قائلا هناك جاروران الأول للرشوة والآخر عادي وانتقد إنفاق 20 مليارا من أجل توفير الكهرباء بتكلفة منخفضة أي ما يعادل إنشاء أربع محطات نووية ولم توفر الكهرباء ما استدعى رد الوزير سزار أبي خليل بعصبية قائلا لو جرى تطبيق الخطة التي أقرت عام 2010 لا حلت أزمة الكهرباء هنا تدخل النائب علي عمار متوجها إلى الوزير أبي خليل بالقول نحن من نسائلك ولست أنت من تسائلنا وجه الحديث إلى الرئيس وليس إلى النواب وردا على طلب النائب روبير غانم تأليف لجنة تحقيق برلمانية في موضوع النفايات جزم الرئيس سعد الحريري بالتزام الحكومة حتى النهاية بتطبيق خطة حكومة الرئيس سلام رفعت الجلسة من دون إكمال جدول الأعمال المؤلف من 16 بندا لم ينجز منها سوى أربعة بنود رواند أبو خزام قناة الجديد للمرة الأولى فريد مكاري يتولى رئاسة جلسة مجلس النواب الجلسة التي كانت ترأسها نائب رئيس المجلس فريد مكاري ترأس ما كانه نائب رئيس مجلس النواب النائب فريد مكاري رئاس الجلس نائب رئيس الحكومي فريد مكاري لو لا مرارة الرئيس بر لما ذاق فريد مكاري حلاوة ترأس الجلسة اختبار تاريخي يحصل للمرة الأولى في لبنان منذ ربعي قرن وهذا ليس بتفصيل بل يستوجب تفصيله وتقييمه كل شيء يسري وفق النظام وكالمعتاد الساحة مغلقة المرافقون على أهبة الاستعداد المواكب تنتظر والنواب وصلوا للمساءلة أما الوزراء فحضروا للإجابة لكن وبخلاف العرف الذي بات قاعدة رئيس المجلس غاب كيف لقيت الجلسة اليوم بغياب الرئيس بره؟ والله يعني الرئيس بره عدم وجوده اللي له فراغ كتير كبير يعني صراحة ويعني الرئيس مكاري أكيد دار الجلسة بشكل كتير منيح ولكن يعني بتحسي أنه مجلس النواب في شيء هاكي في شيء نقص ما حدا بي عبا مترحوا بألفكم؟ ما حدا ما حدا عرام الرئيس مكاري ممتاز بس في فلتان بالجلسة لسبب وحيد أنه خلطوا بين جلسة أسئلي وأجوبي جلسة مناقشة عامة تفتق طوله للرئيس بره؟ بشتق له دائما هون وغير هون بشتق له دائما للرئيس سويسة لا غنى عن الرئيس بره نتمنى له ألف سلامة ولكن الجلسة جيدة أنه أكيد مع الرئيس بره مع محبتي لأبو نبيل إلى نكهة خاصة في نوع جو من مشاغة بجوه هل هو منه قادر يمسك الوضع مثل ما الرئيس بره؟ حتى أن بطل الحدث نفسه لم يجد في التجربة لذة في ظل غياب بره غريبا بدى المجلس بالنسبة إلى النواب من دون سيده فكيف بالنسبة إلى كرسي اعتاد جليسه طوال خمسة وعشرين عاما؟ انتهت الجلسة وخرج النواب والوزراء وانتهت التجربة الفريدة وكما خرق مكار كرسي بر مرة واحدة وسط سلطة محكمة خرقت هذه السيارة ساحة النواب وسط أمن محكم حالتان قد تشكلان سابقة لن تتكرر لايالسعد قناة الجديد الرئيس بر يعود من المستشفى إلى عين التيني على وقع الهتافات ونحر الخراف بالهتافات والتكبير استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بر في عين التيني بعد خروجه من المستشفى ونجاح عملية استقصال المرارة في مركز كليمانسو الطبي عند مدخل مقر الرئاسة الثانية نحرت الخراف حيث سارى أبو مصطفى وسط حشد من المرافقين من عناصر شرطة مجلس النواب وحرس عين التيني وقد شكر بر مستقبله على مبادرتهم كما صدر عن المكتب الإعلامي لبر بيان شكر فيه كل من اطمأن إلى صحته وخص بالشكر رئيس الجمهورية ميشيل عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والرؤساء السابقين والوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الطوائف الروحية إضافة إلى دبلوماسيين ورؤساء دول عربية وأجنبية كما خص الرئيس بري مركز كليمانسو الطبي بالشكر لكل العناية والرعاية التي تلقاها زيارة الوزير السعودي ثامر السبهان لبيروت حمالة أوجه ثامر السبهان وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج في بيروت للمرة الثانية في أقل من أربعة أشهر البعض رأى أن الزيارة الأولى عبدت طريق القوى السياسية إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية أما الثانية فبدأت بزيارة الرئيس في بعبده حاملا أولى بوادر نجاح زيارة عون للسعودية هذه الزيارة هي للتعزيز للعلاقات اللبنانية السعودية أولا خاصة بعد زيارة الناجحة للرئيس ميشيل عون للمملكة العربية السعودية وقد تكون هي تمهيد للزيارة مقبلة للرئيس سعد الحريري إلى السعودية لمتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه في محادثات خدم حرمان شريفين ملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس ميشيل عون لقاء وسط بيروت قد يحمل في طياته تأشيرة دخول الحريري السعودية من باب رئاسة الحكومة هذا في العلن أما خلف الأبواب الموسدة فتساؤل حول عصى انتخابية سحرية يحملها السبهان لعدم عودة لبنان مسرحا لتصفية الحسابات الإقليمية الوقع في خضم إعادة التوتر للعلاقات الأمريكية الإيرانية في حرص صعودي أن يبقى لبنان بعيدا عن تدعيات هذا الصراع وأن لا يتحول إلى ساحة صراع في حال حصول فراغ في التشريع والمملكة العربية السعودية تسعى دائما إلى الحفاظ على لبنان مستقبلا ولكن في الحضن العربي لذلك المملكة العربية السعودية تحرص على أن تكون الانتخابات أحد أدوات الاستقرار في لبنان سفير السعودية الجديد أحد عنوين زيارة السبهان شكل محور التكاهنات حتى بات المحللون يسترجعون أرشيف سفراء المملكة لدى لبنان من شاعر عام 72 وناظم أبيات الشار عام 2004 إلى دكتور العلاقات العامة عام 2009 يقال أن القائم بالأعمال الحالي بالسفارة هو حيكون السفير لا أعتقد ذلك لأن القائم بالأعمال سيد وليد بخاري هو سيد ترك لبنان سفيرا إلى بلد آخر هو أدى مهمة في مرحلة انتقالية حساسة ومهمة ومهد لإعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين وفي ثاني أيام الزيارة اتقى الوزير السعودي رئيس مجلس إدارة قناة الجديد تحسين خياط يرافقه نجله كريم في مقر إقامته في فندق فينيسيا حسان الرفاعي قناة الجديد بين بعضة والسرايا انسجام لا عودة فيه إلى ثنائية الحريري لحود في انتظار دوران عجلة الانتخابات النيابية إذا تعرض هذا التوافق إلى هزي جديد أكثر مما يحدث الآن هذا يعني أن العهد والوضع بيصير صعب بعد مئة يوم من بداية العهد الجديد رسائل عديدة أطلقها وزير الداخلية نهاد المشنوق في اتجاه القصر الرئاسي ما شرع الباب أمام تساؤلات عن مدى استمرار شهر العسل بين بعبدة والسراي وهل هناك من خلاف صامت بين الرجلين تساؤلاتنا نقلناها إلى النواب والوزراء من أطلق المواقف بالأمس التزم الصمت وعدم المبالات اليوم آخرون نفوا أما الرئيس فؤاد السنيورة فاستعان بعلم الفلك وعلى الرغم من مؤشرات دولية تنظر بتصاعد التوتر الأمريكي الإيراني انطلاقا من تصريحات سيد البيت الأبيض ما ينعكس توترا على التسوية اللبنانية إلا أن التشديد على الانسجام بين الأزرق والبرتقالي ما زال هو المعلن أتمنى الوزير مشنوق والرئيس عنده موقف بعبر عنه هو بس ما في خلاف يعني فخامة الرئيس مؤتمن على هذه الإرادة الشعبية كما هو مؤتمن على احترام الدستور الذي لم يحترم بقانون الانتخاب منذ العام 1990 وحتى اليوم يعني بتأكيد ما في خلاف في نقاش حول موضوع قانون الانتخاب في الاجتماعات مستمرة والنقاش مستمر للوصول لقانون انتخابي جديد هذا اللي أكد عليه فخامة الرئيس ودولة الرئيس أنا ما شفت خلاف بس يعني أنا برأيي كل واحد لازم يبقى ضمن صلاحياته الدستورية وما يخرج عنها هيك ما بيصير فيه تعليقات من هالنوم أنا ما بدي أدخل أنه في خلاف أو ما في خلاف أنا يهمني ويهم المواطنين في لبنان أن تجري الانتخابات في موعدها ووفق قانون جديد يرضي الجميع لكن كما يقول الشاعر ومن في الناس يرضي كل نفس وبينها هو النفوس مدى بعيده باعتقد أن القضية معقدة جدا وهي لا تنذر بانفراج في هذا الموضوع وإذا ذلك يبقى السؤال الأبرز هل تتكرر ثنائية لحود الحريري يوم كانت الكيمياء مفقودة بين الرئيسين؟ هل هناك عهد آخر من الحريري لحود؟ لا أعرف أنت الأدرى معي لا أعرف شبت أصدفية لأن أنا لأيما كان هناك خلافات بوجهات النظر بالسياسة عم نحكي ما فيه مش شايف بعد أنا انسجام أكتر من هك عهد جديد وتعاون جيد ومثمر ومستمر لا عون هو لحود وحريري الأب ليس حريري الأب في صياغ جديدة عم تركب البلد وإن شاء الله تكون إلى أحسن ليس إلى أسوأ لا لا أعتقد أبدا أن عهد الحريري لحود سيعود وبذلك فأن أنصار الرئيسين أنظرون إلى نصف الكوب الممتلئ على رغم من التبايونات التي قد تدخل البلاد في مرحلة ضبابية تبعد كأس الانتخابات النيابية إلى حين نضج تسوية جديدة الانحلاق قناة الجديد غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جملاط على تويتر قائلا شو رأيك بهذه الحالة يا عزيزي ما يهمك كل شيء بالحوار بينحل وليس هناك طريق مسدود القوات اللبنانية قلبها مع جملاط والمصالحة وعقلها مع حليفهم التيار ثم ترح القوات البديل من الاجتماعات والبحث في القوانين التي ترضي جميع الأطراف وما مصير ترح جملاط بالستين المعدل بعد اقتراب انقضاء المهل والاقتراب من دعوة الهيئات الناخبة ناشطة الاجتهادات لإقرار قانون انتخاب من دون التوصل إلى اتفاق وبعد اخفاق اللجان النيابية واللقاءات ثنائية منها والربعية جاء الحل في الاحتكام إلى الدستور والعودة إلى الطائف وحصر جلسات مجلس الوزراء في البحث عن مشروع قانون انتخاب وإلا أنه نرجع إلى الكتاب أي إلى الدستور شو بيقول الدستور؟ الدستور بيقول أنه مشروع قانون الانتخابات تعده الحكومة إذا توصلوا بالتفاهم كان به وإلا المادة 65 من الدستور أنه الانتخاب هو من مشاريع القوانين البدت تلتين بيتصوت المشروع يلي بنال تلتين أصوات يحال إلى المجلس النيابي وردا على نصيحة الوزير نهاد المشنوق للرئيس ميشيل عون بالاحتكام إلى الكتاب قال عدوان أنا بأعتقد دور وزير الداخلية الأول هو أنه يقدم للحكومة عن وزارة الداخلية مشروع قانون انتخابات حتى يقر بمجلس الوزراء وماذا عن مصير طرح النائب وليد جنبلات في البحث عن صيغة الستين معدلا فيه اتصالات مع الأفريقاء الآخرين ولكن لحد هلأ ما نعرض علينا أي شيء له علاقة لا بالستين المعدل والباقي كله مشاريع كانت حتى هذه اللحظة هاجينة وغير مقبولة وبمعايير مختلفة ناطري نشوف شو بيطلع من هذه الغرف المغلقة حرص جنبلات على مصالحة الجبل يقابله حرص قواتي إنما مع ضمان صحة التمثيل رواند أبو خزام قناة الجديد تخوف من معدات قديمة في مناقصة تجهيزات الأمنية للمطار وتسريبات لإدارة المناقصات بعداد اتفاقية رضائية لا مناقصة شفافة حول مناقصة التجهيزات الأمنية لمطار رفيق الحرير الدولي علامات استفهام أدى عن نوعية المعدات التي سيتم وضعها وتخوف من معدات قديمة كانت قد رفضتها دولة الإمارات هذه الأجهزة يعني لما يرفضوها الإماراتيين الإماراتيين جديين بالأمور بهذا الشغل ومعروف مواصفاتهم مواصفات عالية فلذلك بدك تشوف إذا عملة التركيبة لهاي الشركة بيكون واضح الصفقة راكبة أنا ما بهمني أدي المبلغ المال ولا بهمني أي شركة عم تاخدها أنا بهمني يكون المطار آمن مية بالمية إذا أمكن وهذا ما بتصير إلا عبر أجهزة جديدة أجهزة قديمة ما فيها تأمن البدنية وزير الأشغال العامة والنقل يطمئن في هذا الخصوص مؤكدا أنه يثق بأشخاص داخل اللجنة التي كلفها مجلس الوزراء وضع الشروط التقنية للتجهيزات نحن معنا مهلة 15 يوم باللجنة لبدت هذا الموضوع من الناحية التقنية بس يخلص الموضوع من الناحية التقنية راح تروح على إدارة المناقصات دفتر الشروط اللي كان مبعوت أول مرة تصلح بيروح على دائرة المناقصات وفي التجهيزات الحديثة حتلتزموا بكمان بإدارة المناقصات وملاحظاتها حرفيا حرفيا نحن بدنا تجهيزات الأمنية للمطار تركب مريدة بأفضل تقنية وبيحسن تجهيزات وأنا أعمل على ذلك مخاوف أخرى تدور حول تفصيل المناقصة على قياس شركة مجموعة الحمراء التي سبقا فازت بالتلزيم في عهد الوزير غازي زعيتر إلا أن إدارة المناقصات ألغت الصفقة الموضوع كان عابد نعمل تركيب معين إلى واحد من البيت المقدم مش عنده شركة أعتقد التجار بالأسلحة أو بشيء يعني إلو علاقة بالحماية أو شيء فنعمل تركيب معين يعني ألغت طبعا لما نطلع الموضوع بالإعلام تغير الوضع ألغت فيه مناقصة عمومية صار بس السؤال هل منفوخة هذه المناقصة عن 42 مليار أنا رأيي منفوخة طبعا أنا ماني خبير بهذا الموضوع ولكن بدأ خبراء خاصة إذا كانت مثل السكنر لطالة وزارة الدفاع منها شغلي مميزي يعني رغم أنه سعره كان عالي أعلى من ما هي بالسوق بكتير في ظل هذه المخاوف تم الحديث عن تنحي وزير الأشغال عن الملف وطلبت أنا أنه تصير المناقصة إذا بيحبوا بوزارة الدولة لشؤون الفساد وهذا اللي شرحته عدة مرات هده شولت؟ أنا عم شيلها عن ظهرك فاهم هيك لا لا مش عم شيلها عن ظهري أبدا لمزيد من الشفافية لو قلت لو وزارة الدولة مثلا لو قلت لو وزارة الداخلية بيقولوا عم بشيلها عن ظهرك بس لوزارة الدولة لشؤون الفساد يعني أنت مشان أنا أكتر أكتر من مزيد من الشفافية بهذا الموضوع وكذا وهيك عملت جدل هذه واعترت شركات بمرحلة أول وقت صارت أول مرة المناقصة ولا غطى إدارة المناقصات صديقي هذه من أول نهار فتنا فيه على البزارة قلنا ما فيه أي مناقصة أو أي مزايدة بتجري ولحنا جايين على كمان عبكرة إذا أقررنا كاسر الموج نفس الشي رح أعتمد نفس الإسلوب مرة غير مصادر مطلعة من إدارة المناقصات كشفت للجديد عن صفقة تفاوضية يتم طبخها لا عن مناقصة واضحة وفك دفتر شروط وأكدت الإدارة تمسكها بصلاحياتها لرفض هذه الصفقة معولة على الوزير فانيانوس الذي أكد الالتزام بملاحظات إدارة المناقصات هذه الأمين قناة الجديد منذ 11 عاما ليس للبنان موازنة مقرة والبديل كان سلوفات الخزينة التي أدت إلى مراكبة دين إضافي غير معلن في الثامن من شباط سيبدأ النقاش في مشروع الموازنة تاريخ هو خارج المهل دستورية لكنه على الأقل يبشر بمجيء موازنة فقدها اللبنانيون منذ زمن بكرة فيه مسودة على أساسها رح يجرى نقاش جدي تقدم اقتراحات وربما المشروع اللي رح يشوفه بالآخر ما بيشبه المشروع لمقدم اليوم اليوم الموازنة لا شك فيها عجز كبير كتير حوالي عم نحكي ب7800 مليار ليرة عجز النفقات العامة في موازنة 2017 تقدر بـ 24700 مليار ليرة والإرادات العامة تقدر بـ 16850 مليار ليرة تتوزع بنسبة 79.5% على الإرادات الضريبية و5.20% على الإرادات غير الضريبية تلحظ الموازنة اعتمادات بقيمة 58 مليار ليرة للمحكمة الدولية وتضمن تعديل سلسلة الرتب والرواتب اليوم الضرائب بعدها رايحة بنفسها كلي بمعنى 1% زيادة على التفقاء هاي بتطغل كل العالم الغني والفقير الضرائب رايحة على رسوم الطوابع رايحة على كتير مجالات تقليديا هايضا الصحنة الضريبية اللي متعوادين عليه من خمسين سنة لليوم وبالتحديد من خمسة وعشرين سنة لليوم الموجع هاي دا الموجع بينما فيها خروقات ضريبية لأول مرة انه فيها تصحيح للضريبة طبعية المصارف هاي دا شيء ايجابي لانه كانت المصارف لفترة طويلة مش عم تدفع الضريط الخمسة عشر بالمية متل بتشركات الاموال اليوم فيه فيه فسحة بالبداية وشي عم بيطال العقار لأول مرة وهي دا مش عم بيطال أصل العقار عم بيطال الربح الفائت والأرباح المركبة على العقار هاي دا الجانب مطلوب توسيعه ومطلوب تعميمه موضوع ستة الرتب والرواتب بالمقاربة اليوم محطوطة يعني كأنما هي عبق يعني عبق يا لطيف قداش انا برأيي هاي دا اهم شغلي فيها انه هاي دي كلها رايحة على الاستهلاك الداخلي وعالدورة الداخلية نحن نعمل ايرادات ضريبية خاصة بقلب السلسلة اليوم هاي اليرادات الضريبية اذا ما بتغطيها كلها للسلسلة بتغطي جزء كتير كبير منها فبالتالي ما فينا نحط اليرادات الضريبية كأنها شعفة من الموازنة اللي هي نحطت أصلا كلمان السلسلة واليوم تشال السلسلة من هذا الموضوع نحط كأنها هي خالص العبق هذا مش هيك الحساب العام للواردات والنفقات المنفذة فعلا في كل سنة يسمى قطع حساب الموازنة أما موازنة عام 2017 فلن ترفق بقطع حساب فالحكومة ستقدم تعديلا يجيز هذا الاستثناء ما فيه إمكانية تقنية اليوم يصير قطع حساب ولكن فيه إمكانية ليعمل واحد شغلة زاوج بان مستويان ضروريان أول شيء يعمل ربط نزاع مع الماضي حتى لمن أقول عفو الله عما مضى وبنفس الوقت بيخذ الواحد سنة أساس سنة مؤقتة قطع حساب مؤقت لا يقدر ينطلق منها بسنة منضيف الحسابات بلك 2011 ومنها بينطلل يقدر يقدم موازنة وقت ما يصير في بلده في محاكمه في أنون أو في تسويات سياسية كبرى ساعة نرجع من أقول هل ما صاري كلهم وين صاروا أما خبرية عفو الله عما مضى فها كارثة أفضل بل موازنة بل عفو الله عما مضى بعد أكثر من أحد عشر عاما من غياب شمس الموازنات عن الدولة اللبنانية هل تشرق موازنة عام 2017 مبشرة بعهد موزون ليالبو موسى قناة الجديد في ختام جولته الأفريقية حتى وزير الخارجية جبران باسيل في جينيا الاستوائية حيث التقى رئيس البلاد إدغار لونغو وأعلن بعد اللقاء أن العمل جار للتوقيع قريبا على اتفاقيات ثنائية وفي خلال لقائه الجالية اللبنانية قال باسيل لا يمكننا أن نفصل الشعب عن الحكام لأننا في بلد نظامه ديمقراطي لا ديكتاتوري تعرفوا كما تكونون يولى عليهم ما في حدا بالآخر مش في طبقة سياسية مسؤولة في شعب اختار طبقة سياسية وحطة مسؤولة عنهم ولما بيجددنا يكون هم مسؤولة عن خيارهم فما فينا نصف الحال لأننا في شعب البنانية عن الحكام تبعنا شو بيعمر لأننا لا نعيشين ببلد نظامه ديمقراطي ونحن عم نعمل خيار من ديه نجي نيك اليوم الليه أنه عنوض الانتخاب الليه الأهمية لأنه نعتبر أنه هو محصل من مرحلة عم ننتقل فيها من قديم إلى جديد بعد الفاصل الرئيس لي عفو أهلا بكم من جديد في جريمة مروعة أقدم الشاب عين عين البالغ 19 عاما على قتل والدته من سلاح صيد في بلدة الشابية قضى صور وبعد تنفيذه الجريمة خرج إلى الشارع مطلقا النهر عشوائيا وقد تمكنت قوى الأمن من القبض عليها بعدما أصاب أحد عناصرها في خصيرته لدى محاولة اعتقاله نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في صور للمعالجة وحالته دقيقة وبحسب مصادر الجديد فأن الشاب يعاني أمراضا عقلية وعصابية بعد التحقيق الذي عرضته قناة الجديد عن خوات تفرض على أهالي منطقة صفير واتباع أحد بلطجية الحي سياسة الحرق دهمت استخبارات الجيش الشخص المعني المدعو محمد عاد المقداد الذي هرب والتجأ إلى أحد المقاهي القريبة ولما تتبعت الاستخبارات طريقه إلى هناك هرب مرة أخرى إلى أن وقع بين أيدي مفرزة استقصاء جبل لبنان وبتفتيش منزل المقداد عثر على كمية من المخدرات ويجري التحقيق معه حاليا في غير جرم منصوب إليه وبينها ترويع الأهالي وحرق ممتلكاتهم ما لم يدفع الخوات والجزية المفروضة عليهم وقالت مصادر أمنية أن الحبل على الجرار وسوف يجري توقيف كل شخص أو فريق أو عصابة تحتمي في الضاحية الجنوبية لممارسة القهر على أهلها وتختبئ وراء عائلات كريمة لتشويه سمعتها ومساء أبز حضرت مجموعة من آل المقداد إلى مبنى قناة الجديد مستنكرين الأخبار التي تناولت ابنهم وأكدوا أنه براء من التهم الموجهة إليه وأن المبنى الذي تعرض للحريق يقتن فيه شقيقه متهمين الجهات المتضررة بالوقوف وراء الحادث محمد عادل مقداد أسرة محمد منافسة على الموتيرات نزل الموتيرات بمنطقة السفير بالضحية الجنوبية على العداد المنافسين تبعو له عم بيحربوا لأنه كانوا ياخدوا مئة وعشرين دولار على الخمسة أمبير صار تطلع الفاتورة خمسين ألف واربعين ألف وثلاثين ألف هيدا كمان خبر للجديد اللي هي ضد الفساد هاي أول شي خبر تاني صار فيه إشكال وصار فيه تقطيع كابلات وكل واحد يتهم التاني الخصم تبعنا بقصة الموتيرات ظاهر إيدو طايلة ظاهر حدا سندو شي حدا بنتمي لحزب التاشناك عنا بالضاحية داعمه حامي لأنه مصرياته برسرشون كتار بيطلعوا خبر أنه لقيادة الجيش أنه ابني أم أطلق نار بيطلع فيه وسيئة أطلق نار وإزم نتفاجأ بتلفزيون الجديد مباريح بحطوا أنه الميم اللي هو محمد عاد المقباد هو حرق علبة كهرباء وعم يحرق البنية بين هلالين هيدا البنية ساكن فيها ابن التاني أنا كمان بقول أنه هشام صوفان خصم ابني يمكن قصد يحرقبات ابني هيدا كمان برسم الدولة وشغلة تالتة ابني ما تقبل فكرة الزعرانات والأشياء اللي عم تنقال عنه أنه عم بدفع خوة وأنه زلمي أزعر وأنه هيك بيحمل حاله بروحها استكساء جبل لبنان بقول أنا بدي سلم حالي علي قضايا المقدم الموجود هونيك بقل له بخلق لك قضية ما عليك ولا قضية قال له علي وسيئة اطلق نار قال له بتروح على مغفر برج البراج وبتسلم حالك راح ابني الظهور سلم حاله حكينا مع المحامية خلاص يا بكرة يا بعد بكرة بيطلع نتفاجع عشية أنه من مصدر أمن على شاشة الجديد بقوله قلقي القبض بعد الروبرتاجات اللي اللي عرضناها والأفلام اللي عرضناها على أخطر أو بالأحرى على الرجل الأول بالخوات بالضاحية نحنا اللي عم ياخد منه خوة يطلع ويتشك علينا اللي عم نفسه بطريقة غير شرعية يطلع ويتشك علينا بس لا يصير فيه قبض وصرف وتركيبات ملفات وتشهير فينا بكرامات الناس على التلفزيونات ما حنقبلها مع العلم هاي دي تاني مرة بتتكرر وقبل بمرة عملوا عليها نفس الفزم ونفس التركيبة ومع العلم أضخم من هايك انه اللي حرق العلب بيّن منه اللي خرب اللي هنبيّن منه لاش كله عبي حطوه محمد عاد المؤداد شو محمد عاد المؤداد نازل من الجرين شو حا عيب إحانات الكارمية العالم عيب 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 أمنياً أيضاً أعلنت قيادة الجيش مدرية التوجيه في بيان أن دورية من مدرية الاستخبارات بمؤذرة قوة من الجيش دهمت فجر أمس منازل عدد من المطلوبين في بلدة نبحة في البقاع حيث أوقفت كلاً من حسين عبد الحسين أمهز وزين العبدين حسن قطايا وملحم علي أمهز وأحمد عبد الحسين أمهز الذي بادر إلى إطلاق النار باتجاه الدورية في أثناء مطاردته فردت عليه بالمثل ما أدى إلى إصابته إضافة إلى المصري روني أشرف أحمد بتولي أحمد وضبطت في الأماكن التي دهمتها جيب تويوتا رفار وسيارة راببيد وجيب شيروكي وجيب جي أم سي وجميعهم من دون لوحات ومن دون أوراق قانونية إضافة إلى أربع بنادق حربية من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخائر الخفيفة والأعتدال العسكرية المتنوعة وقد جار تسليم الموقفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم هل تنتج التفاهمات السياسية صفقة العفو العام عن الموقفين؟ أكثر من سبعة وثلاثين ألف مذكرة توقيف في محافظة بعلبك الهرمل يسعى أصحابها للاستحصال على العفو العام لتبييد سجلاتهم وفتح صفحة جديدة تعيدهم إلى كنف الدولة ومؤسساتها وإذا ما في عفو هذه الجمعة سلمية جمعة الجاية بتصير غير سلمية في جوائم صعب أن واحد يفوتها بالعفو العام انتفاضة العفو العام هذه تمني النفس بأن يحقق لها العهد الرئاسي الجديد مطلبها المنشود أسوة بالمرسوم الذي وقعه الرئيس الراحل إلياس لهراوي عام 1991 الذي عفى عن مرتكبي الجرائم على امتداد الحرب الأهلية منذ عام 1975 وحتى عام 1991 واستطبع بقرار عفو آخر عام 1997 عن جرائم المخدرات المرتكبة قبل عام 1995 ما وصل لي أي وشوشي بهالموضوع أبدا شخصيا بيستبعد أنه رئيس الجمهوري يقدر يعمل عفو عام لأنه عفو العام من صلاحية مجلس النواب هل بمجلس النواب بدون يوصلوا للصفقة وإعفاء من التجريم بتتناول اللي كانوا راحوا لتجوه لإسرائيل واللي عملوا أعمال إجرامية ضد الجيش اللبناني وفي مخيمات الفلسطينيين في السابق أو هلأ بالأعمال الإرهابية أنا شخصيا بيستبعد هالشيء لأنه العدد اللي عم ينحكى عنه عدد مخيف ويكشف متابعون أن تحرك أهل مطلبي البقاع يأتي في إطار ضغط هؤلاء على حزب الله وحركة أمل للتعجيل في طلب إصدار عفو عام لسيما أن الانتخابات على الأبواب أنا أريد إرادة سياسية ما أرى أنه متوفرة اليوم خصوصا عشية الانتخابات النيابية أثنين أريد اتفاق متوازن وما أرى أنه كيف أريد أن يأتي هذا الانتفاق المتوازن لما الدولة اللبنانية أحكمت السيطرة على منطقة وبلشوا يحكوا عن خطة أمنية في البقاع ومحافظات معينة ساعتها شفت أنا أنه في ردة فعل من قبل اللي هني خايفي وعم يتهددوا منطقة بعلبك الهرمل سبق أن استفادت من قوانين عفو عام عامي ثمانية وخمسين وتسعة وستين فهل يسري هذا المطلب إذا ما اتخذ على الموقفين الإسلاميين وعلى مطلبي طرابلس بصورة عام العسكر ما بيحبوا أن يكون في عفو عام فيما يتعلق بالجرائم التي اقتلفت ضد الجنود ومعلوم أن العفو العام تدبير تشرعي يلغي الجريمة ويسقط العقوبة على عكس العفو الخاص الذي يصدر عن رئيس الجمهورية ويخضع لسلطته الاستنسابية دارين دعبوس قناة الجديد نور تطلب المساعدة ووالدها يقصد الجديد تعاني الصبية نور مصطفى مرضا يدعى باها وهي تحتاج إلى عملية لا تغطي نفقاتها وزارة الصحة ووالدها يناشد أصحاب الأياد البيض أنا عملية بنتي بتكلف خمسين ألف دولار لأنه ما فيه إلى رمز بوزارة الصحة 12 سنة عذاب أنا وبالوزارة على أساسي كان عمل لكود ما فيه إلى كود ومش عم تجتمع الوزارة وما فيه حدا موظفين بالوزارة عم بقدموا تقرير إلى رئاسة مجلس الوزارة من شان رفع هالكود أو وضع هالكود على جدول الأعمال لأنه فيه كده عملية بلبنان مثل عملية بنتي الحال أنا بطلب مساعدي ومشاركي من إخوانينا العرب ومن الشعب اللبناني لجمع تبرعات بمبلغ 52 ألف دولار لإجراء هذه العملية مع شكري ومحبتي لكل من بيساهم بهذا المجروع عملية اسمها باها بوم بريج مع تجميل أذنين والأذنين بدأت تنعمل بفرنسا يأس الوالد من مطالبة الدولة فلجأ إلى الخيرين علّه يجد من يساعده في علاج ابنته وفد من اللقاء الديمقراطي برئاسة الوزير مروان حميدي يزور رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون استكمالا لجولة كتلة اللقاء الديمقراطي على القيادات السياسية والتي كانت قد بدأت الأسبوع الماضي تحت شعار رفض الإقصاء زار وفد من اللقاء رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون وقد جرت تأكيده على أهمية التطبيق الدستور في كتير ناس زيتين وبسلية مهملات نحن ياما بدنا نمشي على الدستور ياما كل واحد يروح يفتح على حسابه يعمل له شي دويلة صغيرة طائفية ويمشي يلي بدو ييبي طائفته ونخلص من العملية كلها حيش ندحك على حال ذا وندحك على الشعب لبنان بدأ يكون واحد بدأ يكون واحد لأنه بدأ يكون فيه كتاب واحد لللبناني هو اسمه الدستور اللبناني وتطبيق الدستور هو حاجة ميسي جدا خصوصا من بعد كذا سنين من عدم اكتراس بالدستور وعدم اعتمام بالدستور وهذه الرمزية اللي حاملتنا اولا الى التأكيد كما اكد على ذلك رئيس الحزب التقدم الاشتراكي في المؤتمر اول امس انه نحن متمسكين بهذا الكتاب اللي حكي عنه والرئيس دوري يعني الدستور اللبناني يعني الطائف يعني المسار نحو الغاء تدريجي للطائفية السياسية اقامة مجلس شيوخ يعادل تقسيم اداري تحديث البلد والانتقال الى بلد واحد بسلاح واحد بحكومة واحدة مش دولات كما توزع الآن وفي كلمة قال لي اياها هيك الرئيس دوري وقالنا اياها جوه انه مش بعد ما اصمونا بدون يجو يتاصمونا وذكر احميدي خلال اللقاء باللوائح الانتخابية في الجبل خلال ما وصفها بعقود المصالحة والتي كان فيها شمعون الى جانب النائب وليد جنبلاط وزير الاعلام ملح مريشي طمأن خرجي الاعلام الى ان نقابة المحررين ستكون قريبا لهم جميعا وان القانون الجديد سيحفظ حقوقهم اكد وزير الاعلام ملح مريشي ان العمل جار على تعديل قانون نقابة المحررين وفي خلال حفل عشاء اقامته على شرفه رابطة خرجي كلية الاعلام طمأن ريشه الى ان نقابة ستصبح لكل المحررين وان ولاية النقيب ستكون ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد شروط انتساب جديدة وشروط تعاقد جديدة مع مؤسسات الاعلام تحمي المحررين بصندوق تعادد صحي لالكون وبصندوق تقاعد يحمي بيكبروا من بيناتنا نقابة المحررين لا رح تكون للإسلام ولا رح تكون للمسيحيين لح تكون للمحررين من كل الطوائف ومن كل الفئات رئيس رابطة خرجي الاعلام الدكتور عمر مشموشي طالب بقانون يحمي الاعلاميين ندعو الوزير إلى إعادة النظر كاملة بهذا القانون لإعادة الاعتبار وتحصين الإعلاميين العاملين فعلا في حق الإعلام من مغبات الظهر لأن الإعلام اليوم بلون مستقبل فليكن وضع العاملين في حق الإعلام مثل وضع المهندسين ومثل وضع المحامين ومثل وضع الأطباء ريشي أشار إلى ورشة قانونية في وزارة الإعلام فإلى جانب قانون نقابة المحررين ستقدم الوزارة إلى مجلس الوزراء حتى نهاية هذا الشهر مشاريع قوانين حول الإعفاءات المالية والضريبية والجمركية على الصحافة الورقية والمرئية والمسموعة وتحويل وزارة الإعلام إلى وزارة الحوار والتواصل وقانون الأداب الإعلامية صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير في وزارة خارجية الجابون وقع وزير الخارجية والمخترمين جبران باسيل مع نظيره الجابوني اتفاقية التشاور الدبلوماسي المنتظم وتتضمن مشاورات حول تطوير التعاون الثنائي العيش الوحد أنه ترجمة واحدة هي المشاركة سياسية التساوي بين اللبنانيين العدالي بالترسيل بعد الاستماع إلى شهادة ثلاثة أطباء أرجع إصدار الحكم في قضية جورج الريف إلى الحادي عشر من نيسان الأطباء كانوا وأدركوا وأعطوا أنه كان واعي أثناء الجريمة عطيوا شهداتهم وعهل أساس تم نصية الاتهامية بالأعدام استناداً للشهود الأطباء اليوم شو عم نعمل؟ عم نلعب بالقضاء؟ شو عم نعمل؟ قتلوا لي إيه قدام عيني يطلع له دماغه قدامي قدامي ساعة بيجيب لي هذا أحمد عياش المنشرة هذا الحكيم المنشرة يا عيب الشوم عليه لو ابنه أو أمه أو مين ما كان مقتول قدامه هيك بيعمل بالمحكمة؟ في خلال وقفة تضامنية مع أهالي عيندارة أكد النائب أكرم شهيب مساندة عيندارة ظالمة كانت أم مظلومة لحمايتها من أنياب فتوش وشركائه بالتأكيد الوزراء الباقين وأخرين سيكون لهم موقف ونحن مع عيندارة لحماية هذه المنطقة من أنياب وجشع فتوش وشركائه وممارساته على الأمن وعلى القضاء وعلى القانون بالتعاون مع بلدية لغبيري واتحاد بلديات الضحي الجنوبية لبيروت أزالت عناصر من قوى الأمن الداخلي المخالفات والتعديات على الأملاك العامة في لغبيري زار سفير الصين لدى لبنان مترأساً وفداً غرفة طرابلس ولبنان الشمالي بحضور رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار مع وفد من فرانس بانك في زيارة تهدف إلى التعرف على الواقع السائد وظروف والمميزات في طرابلس وإمكانات التعاون في الوقت الحالي ومستقبلاً وكان الوفد قد بدأ زيارته مرفأ طرابلس حيث اطلع على المنطقة الاقتصادية تابعها زيارة لمعرض رشيد كرام الدولي بعد الفاصل قتل المساجين أهلا بكم من جديد سرحت قناة العرب الإخبارية المملكة للأمير الوليد بن طلال موظفيها عبر رسالة إلكترونية واجأ في الرسالة كما تعلمنا جميعاً فأن العامين الماضيين كان فترة محاولة وبدل الجهود لإعادة إطلاق القناة حيث واجهنا تحديات عديدة وشديدة ونظراً إلى الظروف قررت الإدارة وقف عملياتها بصورة مباشرة وكانت قناة العرب قد انطلقت في الأول من شباط عام 2015 في العاصمة البحرينية المنامة وتقرر إغلاقها بعد يوم واحد فقط بقرار من هيئة شؤون الأعلام البحرينية على خلفية استضافتها أحد المعارضين الشيعة البارزين في البحرين وكان هناك قرار بنقنها إلى قبرص أو إلى قطر إلا أنها لم تعاود البث نفت الحكومة السورية ما أوردته منظمة العفو الدولية بشأن إعدام ما يصل إلى 13 ألف سجيد شرقاً في عمليات إعدام جماعي وممارسة تعذيب ممنهج في سجن عسكري قرب دمشق وقالت وزارة العدل السورية أن تقرير منظمة العفو عار عن الصحة جملة وتفصيلاً منوهة بأن ما ورد في التقرير لا يستند إلى أدلة صحيحة وهو مبني على عواطف شخصية تستهدف تحقيق غايات سياسية واعتبرت الوزارة أن الغرض من هذا الخبر ليس إلا الإساءة لسمعة سوريا لا سيما بعد الانتصارات التي حققها الجيش السوري فماذا جاء في تقرير منظمة العفو الدولية؟ مرة جديدة تخرج قصص مروعة من داخل السجون السورية إلى العلن وتحديداً سجن سعيدنايا في شمال دمشق آخر تلك القصص تحقيق لمنظمة العفو الدولية يكشف أن ما يقارب 13 ألف شخص شنقوا في هذا السجن منذ عام 2011 أكثرهم من المدنيين المعارضين للحكومة وصل الحراس وينادون أسماءنا وبعنوان المسلخ البشري نشرت المنظمة تقريراً من خمسين صفحة وأرفقته بفيلم تعريفي كشفت فيه تفاصيل ما وصفته بحملة حكومية سرية قوامها عمليات شنق جماعية وإبادة ممنهجة في سجن سعيدنايا بين عامي 2011 و2015 ويبقى المعتقلون طوال هذه العملية مع صوبي الأعين لا يعرفون متى ولا أين سيموتون إلى أن يلف الحبل حول أعناقهم ووفق التقرير فأن الألاف من السجناء أيضاً لقوا حطفهم بسبب المعاملة غير الإنسانية والتعذيب المستمر ونشرت المنظمة شهادات حية لبعض شهود العيان طبعاً خلال هذه الفترة اللي كنا فيها عم نتعاقب تحت أمام المفردات فيه دم كتير كان بالأرض ووقت اللي يدخل الأكل أنه تحس المعركة يعني وذكرت المنظمة أنها استندت في تقريرها إلى تحقيق معمق تضمن مقابلات مع 84 شاهداً داعية الأمم المتحدة إلى أجراء تحقيق مستقل بشأن هذه المعطيات والآن نبقى مع أبرز عنوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت ونبدأ مع النهار التي عنوانت حزب الله يرفض المختلط إلى النسبية در أيضاً في النهار العفو الدولية النظام السوري أعدم 13 ألف سجين دمستورة يتمسك بـ 20 شباط موعداً للحوار ننتقل إلى الأخبار جدول ديون الحريري لمصارف لبنان 548 مليون دولار سليم أجرى هندسة مالية سرية إسرائيل تصفي حل الدولتين ننتقل إلى صحيفة الأنوار الهيئة الاقتصادية ونقابات العمال تطالب بعدم زيادة الضرائب جولة الوزير السعودي السبهان في وسط بيروت أيضاً في الأنوار استقالة وزير الأعلام الكويتي خسارة وطنية وإنذار الحكومة الشيخ جابر المبارك المعارضة السورية تدعو إلى مراقبة دولية لسجون النظام ننتقل من الأنوار إلى صحيفة الديار التي عنوانت لهذا اليوم رئيس الجمهورية يرفض الستين معدلاً ومنطق الفيتو جملات للديار اقترحوا عون باعتماد الاستفتاء يهدد الطائف أرفض خلطات المختلط وأدعو لتعميم نموذج تسويات الدوحة في عنوين المستقبل 12 مرة 14 شباط المستقبل حلمك نقاش الخبراء يروح مكانه وخليل يؤكد للمستقبل الانفتاح على أي قانون فيه شكل من النسبية عوضة المساءلة الحريري ينعى الانقسام ويتصدى للفساد والهدر في عنوين صحيفة البناء موسكو تدير المنجزات بهدوء بانتظار نهاية عاصفة ترامب الرملية صفقة السبهان مقايدة سحب التلويح بالفراغ بقابل قانون ميقاتي قاسم للبناء جاهزون للمواجهة مع اسرائيل ولسنا ضمن المعادلة السورية ننتقل إلى صحيفة اللواء التي جاء فيها الوقائع تضحط الحملة على مهمة السبهان في بيروت الموازنة تتصدر مناقشات مجلس الوزراء اليوم واتصالات عونية حول المختلط في عنوين البلد مجلس النواب يسائل الحكومة والحريري سنحاسب المرتكبين أيضا في صحيفة البلد إسرائيل تسرق أراضي الفلسطينيين والعالم يندد العفو تتهم دمشق والأسد يرد أما في صحيفة الجمهورية لهذا اليوم تشنر سياسي يوتر الموازنة السبهان للجمهورية نؤيد قانونا عادلا وإلى صحيفة الحياة وزير الأمن الداخلي الأمريكي يشيد بأداء القوى الأمنية والاستخبارات في السعودية وعاشنطن لا تستبعد خفض لائحة الحضر أيضا في الحياة داعش يتقلص ويتكيف ونختم مع الشرق الأوسط التي عنوانت العفو الدولية تتحدث عن مسلخ بشري وإبادة في السجن السوري على مدى أربع سنوات زنزنات الموت في صيدنايا أعدام 13 ألفا معتقل والآن تذكير بعنوين نشرتنا افتتاحوا جلسة المساءلة أين مليارات الإنترنت تغير الشرعي الحريري لبري محدى بعبي مطرحك بقلبي رئيس مكاري أكيد دار الجلسة بشكل كتير منيح ولكن يعني بتحسن أن مجلس الضيب في شيء هاكي في شيء نحو وعين التيني تهتف لرئيسها عودة الموازنة بعد 11 عاما على الغياب فيها خرؤات ضريبية لأول مرة أنه فيها تصحيح للضريب طبعية المصارف لهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الصباحية لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تيفي على الفيسبوك الجديد أونلاين وعلى تويتر الجديد نيوز ألقاكم عند العاشرة والنصف ضمن الحدث إلى اللقاء اشتركوا في القناة